موسيقى تبدأوا حضراتكم معنا في تمام الثامنة صباحاً كل صباح على مدار الأسبوع بطبيعة الحال بصبح على كل حضراتكم النهاردة الحد 19 ديسمبر 2021 وإن شاء الله يكون يوم كله مفعم كده بالحيوية والنشاط والطاقة بجدد الصباح على حضراتكم مرة تانية وعلى كل زميلي في هذا الصباح وبطبيعة الحال على همام زميلي العزيز صباح الخير صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليكم مشاهدين العزاء مشاهدي هذا الصباح على أكسرا نيوز في مصر وكل دول العالم النهاردة حلقة يوم الحد بداية الأسبوع لكتير من الناس اللي بيدوموا في أشغالهم سواء في المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الخاصة صباح الخير على حضراتكم يا ربك على هذا الصباح صباح خير وبركة ورحمة وسعادة على كل المشاهدين والمتابعين وعلى كل الناس في كل أنحاء العالم زي ما عودناكم في هذا الصباح النهاردة عندنا الكثير والعديد من الموضوعات المتنوعة والمختلفة بالإضافة إلى الفقرات الثابتة والفقرات الخدمية والفقرات النقاشية النهاردة هنتكلم عن أساليب التغذية السليمة والصحيحة للأطفال بحكم أن احنا خلاص دخلنا في الشتاء الجو بارد دلوقتي عندنا بعض الطقوس المتعلقة بالأكل دايما بنحب نمارسها ونأكلها في الشتاء هنتكلم عليها وأيضا عندنا الفقر النقاشية التانية يكون معنا الأستاذ النشوة الحوفية نتكلم عن العدد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على أي حال صباح الخير على حضراتكم مرة تانية لكن زي ما تعودنا في هذا الصباح نبتدي الفقرة أو نبتدي حلقتنا بفقرة نقاشية منا وأنا مع حضراتكم احنا خلاص لا يتبقى سوء 12 يوما على نهاية العام وبالتالي احنا أظن من هنا لحد آخر السنة نحاول بقدر الإمكان نعرف إلا حصل في السنة اللي فاتت إلا حاجات الكويسة إلا حاجات الوحشة بحكم أن احنا عايشين في كوكب الأرض في النهاية مش في الجنة فبالتالي الحياة ما بتمشيش على سيمترية واحدة ما بتمشيش في نسق واحد شوية بتكون كويسة شوية بنقابل أو بنقابل مواقف صعبة ومواقف قد تبدو في كثير من الأحيان مواقف ما نقدرش نتخطاها لكن مع مرور الزمن مع مرور الوقت ده بيروح وبيحصل وإحنا بنتخطاها بقدر الإمكان سؤالنا النهاردة إيه هو أصعب موقف إيه هو أصعب حاجة أنت عاشتها في 2021 في كل يوم أظن بيكون فيه صعوبات وبيكون فيه معوقات لكن الأصعب على الإطلاق ده سؤالنا اللي احنا سألناه لبعض الناس في الشارع وخالنا نبدأ هذا السؤال مع منا تضلي منه بص يا همام انت عارف أنا دايما لما بتيجي سيرة الوقت والعمر والسنوات والأيام دايما وطول الوقت حقيقي بجد يعني قدام الكاميرا وبرا الكاميرا بقول الحمد لله على كل لحظة ربنا بيمنح حالنا بتكون دي يعني لحظة جديدة في حياتنا يوم جديد في حياتنا يعني تجارب كتيرة في حياتنا فأنا دايما عندي مبدأ ربه الخير لا يأتي إلا بالخير لكن فعلا زي ما همام قال احنا مش عايشين على الجنة احنا في الجنة احنا عايشين على كوكب الأرض وبالتالي حياتنا مليانة بمواقف كثيرة جدا مواقف الصارة والمواقف الغير صارة المواقف الغير صارة من الأريح نفسيا جدا جدا ان احنا ننظر لها بنظرة كده أو ببعض مختلف شوية يمكن ده اللي بيبعث يعني الطمأنينة والسكينة على قلوبنا عشان نقدر بإذن الله نتجاوزها ونعديها انه نفكر فيها انها قد تكون اختبار من الله سبحانه وتعالى لماذا ده قوة إيماننا بيه وبقضاء وقدره ممكن تكون تكفير لزنوب ومحدش فينا كامل مهما الواحد افتكر يعني انه هو قريب من ربنا وبيتعبد وما بيظلمش حد وما بيئزيش حد لكن في النهاية كلنا بشر خطائين كلنا فلو نظرنا لها بالشكل ده اعتقد انه بتهون علينا حاجات كتير قوي لكن طبعا السؤال الابرز لما بتسأل حد خصوصا انه مع نهايات السنة عادة قبل ما بنحط اهداف للسنة الجديدة وطبعا زي ما كنتم بقول لحضراتكو لسه قريب في هذا الصباح اول هدف عند اغلبنا السنة الجاية دي حلعة برياضة وخص حلعة برياضة وخص ده الهدف الابرز عشان نكون صراحة مع بعض لكن عموما قبل ما بنحط اهداف جديدة للسنة الجديدة عادة في ناس كتير مننا بتحب تعمل كده اعادة تقييم شامل للسنة اللي فاتت ايه اللي بسطها قوي ايه اللي حققته ايه اللي نجحت فيه ايه اللي وجعها قوي بعتقد انه ايه اللي وجعها قوي دي ايه اللي وجع حد فينا قوي دي اكتر حاجة بتكون فقدان شخص عزيز طبعا دي يعني دايما يعني فقدان الشخص العزيز بقى بذكرياته بالحياة بالعمر اللي بيجري طبعا دي بتبقى صعبة وقصية جدا فدايما بنقول ربنا يا رب يرحم جميع اموتنا ويرزق الصبر والسكينة في قدوب كل من فقد عزيز وغالي مرض احد الاشخاص او مرضك يعني مرضي انا شخصيا او مرض احد المقربين ليك ده طبعا كمان من المواقف الصعبة جدا يمكن عشرين عشرين او تسعتاشر او اخر تسعتاشر وعشرين وواحد وعشرين يهمم كان الجزء الاكبر فيهم الحديث عن كورونا ومتحوراته بقى ففكرة برضو الاصابة بالفيروس فكرة الوفيات اللي بنسمع عنها اعتقد ان ده شكل وما زال يشكل الجزء الاكبر من مخاوف الناس بعض الناس ما عنديش نسبة بالضبطة اللي هم كتير ولو قليلين بتعتقد او لا تعتقد لا تؤمن بفكرة الافعال التفضيل الاحسن والاسوأ والابرز يعني قص على ذلك كثير من الافعال يعني وانا منهم في الحقيقة انا ما عنديش فكرة ان في حاجة حصلت فدي الاسوأ في حياتي او دي الاحسن في حياتي دايما بعتقد ان ده حاجة لازم هتعدي لازم تتجاوزها وتعديها سواء كانت اسوأ او احسن الاحسن كذلك فيه ان شاء الله يكون فيه احسن منه وبالتالي يمكن هذه النظرة للمواقف تساعدك ان انت تتجاوزها بسرعة تساعدك ان انت حتى تطور من نفسك يعني كل ما تعمل حاجة كويسة ما تقولش داي احسن حاجة انا عملتها في حياتي وبالتالي انا هوقف عند الليفل ده عند المستوى ده لازم تطور من نفسك لازم تطور من قدراتك وامكانياتك في بعض الناس بتنظر للمواقف من هذه النظرة وفي بعض الناس بتنظر للمواقف أنه هو السنة دي هي أحسن سنة عدت عليها في حياتي السنة دي هي أسوأ سنة عدت عليها في حياتي بحكم أننا خلاص ما عادش الأسبوعين تقريباً على نهاية العام كثير من الناس تحديداً على وسائل التواصل الاجتماعي بيقولوا الحمد لله 2021 خلصت على أساس أنه خلاص هو اكتشف 2022 تبقى أحسن من 2021 طبعاً يعني كويس أننا نتفائل بالسنة الجديدة وكويس أننا نبني طموحات وأحلام للسنة الجديدة لكن برضو السنة اللي فاتت أو السنة اللي عدت أكيد إحنا عملنا فيها حاجات قد تبدو كويسة وحاجات تانية ممكن ما كانتش كويسة أوي فإحنا نطور نبني عليها ونطور ونعدل منها السنين مجرد أرقام ومجرد تاريخ مكتوب على الورق لكن حياة الإنسان مستمرة لا تتقسم بحكم السنوات وبحكم الأيام والأزمنة حياتك مستمرة وطموحاتك لازم تكون مستمرة وأحلامك لازم تكون مستمرة ولا تسقط بالتقادم طول الوقت إحنا بنحلم أن نكون الأحسن سواء لأشخاصنا أو لأسرتنا أو حتى لبلدنا في ظل المشروعات الكبيرة اللي إحنا بنقوم بها في كل أحوال 2021 بتنتهي ولازم في هذه السنة نحمد ربنا على كل حال إحنا عشنا فيه سواء كان حال كويس أو حال وحش وزي ما قلت في البداية حتى لو في حال سيء أو في موقف سيء أو في حاجة حصلت مش عجبانة نبني عليها ونصلحها ونحاول نطور من نفسنا وإمكانياتنا وإذا كانت منها بتتحدث عن كورونا والأمراض المتعلقة بكورونا والإصابة بكورونا والوفيات للأسف اللي أصيبت بكورونا فلازم نبني على هذه المواقف أن احنا ناخد لقاح لقاحات متوفرة الحكومة الوقت يبتدي لقاحات أو جرعة معززة جرعة ثالثة معززة لقاحات كورونا ولازم نظر إلى الأمام دايما طيب خلونا نشوف كده مع بعض لما نزلنا بكاميرا هذا الصباح نسأل بعض السادة المواطنين عن رأيهم في 2021 تحديداً يعني أصعب موقف عد عليك إيه تعالوا نسمع كده نشوف الأراء كانت إيه أصعب موقف اتعرضنا له هو أقنق قفل المساجد عشان كورونا وقبل حضرتك والحمد لله إن ربنا أكرمنا وفتحة المساجد للناس وإذا كان أصعب موقف الواحد اتعرض هي مرحلة التالي أنا دخلت مرحلة صعبة وده المرحلة لأتحطيت فيها المرحلة الصعبة لليتاً التالت سنة فدي أصعب مرحلة إن أنا فرحلت في 2021 إن أنا تحطيت في مرحلة صعبة يعني أنا طالع من 2020 داخل على 21 إنه هو معي خمسة بس كده قريبين مني وبتاعي أنا عايز أقولك إنه أنا داخل 22 وأنا مش معي حد منهم عملت حدثة بالسكوتر ده أصعب موقف تقريباً حصل لي على الدائري يعني أولاً أنا فقدت واحد عزيز عليها جداً اللي هو حماية ده بمثابة والدي كان الحقيقي بصراحة ربنا أنت فكرتوني بحاجات كتير لكن كان ده أب أنا فقدت أبويا وأنا عندي ثلاث شهور وده كان ما عوضني عنه فأنا لما فقدته كإني فقدت الحياة كلها ده أفضل دي أصعب موقف حصل لي في 21 تاني حاجة كان ليا بنتي في تانية سنة كانت هتفشل من الدراسة والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اللي حقتها ورجعت تاني للمذاكرة دي كانت أصعب موقف عندي أصعب موقفي كان مرض أختي يتعز عليها جداً ويعتبر توقمي وفقد بعض الأصحاب يعني الأصدقاء توفر رحمة الله حكتين صراحة الأول قالي أنا وولادي وجوزي كورونا والتاني وفاة والدتي زي أي موضوع بنتكلم فيه طول الوقت حنسمع فيه أراء مختلفة بس يعني حقيقية صدقوني حضراتكو فكرة أنه النظر إلى الماضي بتجربه بكل ما فيه لو بصنا له من الزاويتين اللي بقولها لحضراتكو دول أنها قد تكون اختبار من الله سبحانه وتعالى أي انتنام موقف إيه أو يعني اختبار لقدرة الشخص على الصبر والاحتساب أو أنها تكفير لها الذنوب ده بيصبر جدا وبيطبطب قوي على القلب في كل الأحوال يا رب بيجعل كل أيامنا خير وسعادة ويا رب حتى التجارب اللي بيضعنا فيها القدر إن شاء الله يا رب تكون بسيطة وتعدي وتكون كل أيامنا جميلة إن شاء الله طيب إلى حلقة التقس مع شيماء الكردي ونصبح عليها صباح خير يا شيماء صباح خير يا شيماء نازم نسألك السؤال أسوأ حاجة أو أكتر حاجة كانت صعبة بلاش أسوأ يعني أكتر حاجة صعبة أصعب ممكن كورونا أنا وابني وكان ابني لسه كم شهر فكانت فترة صعبة بس بعد كده الحمد لله بقيت السنة لطيفة الحمد لله يا رب دايما يا شيماء يا رب فضل يعو بلما تطمينينا على أنه جو لطيف كمان إن شاء الله نسلين من بيوتنا نهاردة متكتكين متكتكين بالمعنى الحرفي لكلمة فضل أهلا بكم مشاهدين الكرام تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة اليسود تقسى ماء للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء أوضحة هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح ومثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة والشمال الصعيد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية تصل لحد العصفة على بعض المناطق وتزيد من إحساس البرودة طبعا بالطقس بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتة السلوم وطروح واسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودميات كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية ليلا على مناطق متفارقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتة الغربية والشرقية والمنوفية والدأهلية ومدن القناة على فترات متقطعة بالإضافة لاضطراب ملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع طبعا في الموج من 2 إلى 4 متر ننتقل لي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ونبتدي من القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17 أما في اسكندرية الصغرى 11 والعظمى 16 وفي مطروح الصغرى 9 والعظمى 15 أما في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18 ننتقل لي شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 أما في الغرداء الصغرى 14 والعظمى 21 وفي الأقصر الصغرى 9 والعظمى 19 وأخيرا أسوان الصغرى 10 والعظمى 19 ينضم إلينا هاتفيا الدكتورة مانار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير على حضرتك يا دكتور طبعا نتعرف معاك عن حالة الجو النهاردة صباح الخير على حضرتك أستاذ شايماء وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين إحنا اليوم وغدا بنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حالة عدم الاستقرار للأحوال الجوية هتبدأ ظهر اليوم وتنتهي مساء غدا بإذن الله بيكون هذا بسبب امتداد منصفة جوية على سطح البحر المتوسط بيتزمن ما هو وجود منصفة جوية في طبقات الجو العليا على استفاع 6 كم من سطح الأرض بيعملوا على حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وبيكون العمص الأول فيه هو نشاط الرياح نشاط الرياح اليوم هيكون مسير للرمال والأسربة على كافة أنحاء الجمهورية وهيؤدي نصفات الرؤية الأطلقية على بعض الطرق وخاصة الأماكن المكشوفة والطرق الزحروية وقد يصل لحد العاطفة أيضا كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي اكتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط اتفاع المجهي بما بين الأربعة لخمسة متر أيضا كمان نشاط الرياح كلنا عارفين إنه بيجيد الأحساس بانصفات ضربات الحرارة كمان اليوم متوقع تقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعضية أحيانا مصطول مصاحبة بعد حبات البرد أي قرات السلجية على التواحل الشمالية للبلاد كل المناطق المصطلة على البحر المتوسط كمان الأمطار هتمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وهي محافظات جنوب الدلسة وأيضا محافظات شمال السعيد وهتكون أمطار رعبية لكن الأمطار في القاهرة ومنوب الدلسة هتكون ليلة بإذن الله وكميةها تزيد في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين أيضا كمان مع المتجاوة التي نحن بنتهاده في انصفات ضربات الحرارة التقس مع نشاط رياحة التي تزيد الأحداث بضربات الحرارة بيكون مائل البرودة خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال ساعات الاثنين متوقع إن شاء الله تستمر الحالة إلى مساء غدا الاثنين بإذن الله لكن الأتربة المصارحة هتكون أقل من المصارحة النهار طبعا نحن نتابع مع حضرتك دكتور دايمن خصوصا في مرحلة عدم استقرار التقس الدكتورة منار غانم عضوة هيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك بنعود مرة تانية لهمام ومنها واستكمال فقرات هذا الصباح شكرا لك يا شماء دلوقتي المشاهدين إلى موعيد قطرات من وإلى الوجه القبلي والبحري شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة احنا طول الوقت لما بنطلع لحضرتك نقدم فقرة التمرينات الرياضية ونشجع نفسنا ونشجع حضرتكم على ممارسة الرياضة كل يوم طول الوقت بنقول أنه الرياضة وممارستها مش معناها أبدا أنك لازم تروح الجيم لو الظروف المادية أو الوقت أو الإمكانيات بصفة عامة مش سمح لحضرتك أنك تروح الجيم كل يوم فممكن في البيت تمارس الرياضة ولو من خمس لعشر خمستاشر دقيقة كده رياضة في اليوم تنشط الدورة الدموية وتتزيلك أنرجي وطاقة وحيوية لما بنقول كده في كثير من حضرتكم بتسألونا طب في البيت طب يعني قصة الجيم فيه معدات وفيه حاجات وكده إنما في البيت مفيش الكلام ده كابتن هشام العوض يمدرب اللياقة البدنية هيقول لحضرتكم دلوقتي على مجموعة من التمارين اللي ممكن نعملها حتى لو في البيت علشان الطاقة بتاعة الجسم كلها وشد عضلات الجسم كلها وحيورينا حتى إنه في البيت وبأفسط الأدوات اللي ممكن ما تجيش على بال حد بس هي أكيد موجودة في كل بيت إزاي نستخدمها ونمارس التمرينات الرياضية نتابع هذا التقرير طبعا الخير عليكم يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة وتمنى تكونوا عملتوا التمرينات اللي إحنا قلنا عليها قبل كده وفرقت معاكوا عادينا عرف النتايج يعني من فضلكم قلوا لي النتايج وصلتوا لإيه عملتوا شغل كويس لقيتوا فيه نتايج مرضية معدى حرق بتاعكم عالي شوية يعني كلتوا شوية زيادة ومتخلتوش يا رب إن شاء الله نهاردة جايبين حاجة مختلفة شوية أوجودة عندنا في البيت كلنا كلنا عندنا عصاية مقشة حنعمل شوية تمرينات للجسم كله بعصاية المقشة اللي في البيت التمرين لكل عضلات الجسم حاجة بسيطة بتنقى ما تعودنا تمرينات كلها بسيطة قفيفة نفس الحيث بتاعنا مش هتاخد مننا وقت كتير ولا حاجة وبعصاية المقشة طيب قبل ما نبدأ دايما انتوا عارتين احنا بانتخن المارش بتاعنا تمام؟ لاي ما قولنا؟ لقيتين تلاتة اربعة يسمي يسخن كله خط في حالة كويسة اقدر اطمرا ومش خايف انه يحصل لي اي اصابات دعالوا نبدأ حط العصاية دي على كتفنة ونبتلي نفتح رجلنا شوية قد عرض كتفنة او ازياد حاجة بسيطة وكايني بقعد لورا لو تبتكروا تمامين ده اسمه سكوات احنا قعد لورا واحد اتنين ثلاثة اعد عشر عدات واستريح شوية وارجع تاني اعمل عشر عدات اوكي واستريح شوية اعمل ده قد ايه تلات مرات تمرين بالعصاية اهو حاجة بسيطة ما تعبناش ولا حاجة مش عبناش حاجة طيب تعالوا نعمل تمرين تاني حمسك العصاية على قد عرض كتفي واسحبها علي وارجعها تاني قدامي واحد اتنين وانا بزق احاول اشد عضلات السدر مش اعمل ما بعملش كده بدرعاتي وخلاص لا انا هنا اوكي عادي وانا رايح اهو بزق بزق بعضلات الشاست بعمل لها انقباض اعد عشر عدات واستريح واقرر ده تاني تلات مرات كويس قوي عشان اخوي عضلات الشاست ومعي الدرع الكتفي طبعا طيب تعالوا ناخد العصاية برضو على قد عرض كتفي نسكها من هنا وفوق اعد عشر عدات كويس جدا اعمل ده بالشكل ده على قد عرض كتفي عشر عدات واقرره تلات مرات كمان عشرة واستريح وكمان عشرة تلات مرات واقدر اعمله بشكل تاني بدل ما انا كنت ماسك على قد عرض كتفي لا همسك اوسع شوية هتفرق برضو معايا بشكل العضلات بتاعتي من هنا برضو فوق تا برضو تمرين كويس قوي لعضلات الكتف اوكي عملناه واسع وضيق تعالوا نعمل تمرين لعضلات الضهر برضو همسك على قد عرض كتفي العصاية واميل شوية واصب الضهري بقى مفهود ازتماهي لقدام واسحب العصاية على يعني حخليني بشكل بالجنب افضل شكل كويس قوي يبقى في ماشي في جنبي واحد اتنين تلاتة اربعة اعد عشر عداك واستليح وكرر تلات مرات طيب احنا قلنا كده ايه على قد عرض كتفي يلا نوسع شوية اوكي وحاميل نفس الميلة اللي انا ملتقى اهو واطلع فوق كاين حال مثل شاس وانزل تاني واحد اتنين برضو نشوفها بالجنب اتمرين كويس قوي برضو لعضلات الضهر ظل بينا نعمل حاجة لعضلات الدراع حمس برضو العصاية على قد اعرض كتفي او اوسع شوية صغيرين واحد اتنين تلاتة اعد عشر عدات واستريح شوية اهدى عضلات الاستريح بعدين ارجع اقرر تاني مرة كمان واستريح اقرر ده تلات مرات لعضلات الامامية بتاعت الدراع طيب تعال نخط بقى العضلات الخالسية بتاعت الدراع اللي ايه امسك العصاية زي على قد عرض كتفي اوكي وفر الاجل فوق خليني واقف بالجنب عشان تشوفوني اضم كوي شوية وانزل اتنين كوي ورايا وارجع عفل التاني اتنين كوي ورايا وارجع عفل التاني ده تمرين للتراي اماننا مجموعة تمرينات بسيطة وكركم تاني تمرين بتاع الرجلين السكوات صح كنا تمرين بتاع الشيس مزبوط تمرين بتاع الكتف الديق والواسع والضهر الديق والضهر الواسع مزبوط وعملنا للباي وعملنا تمرين للتراي دي مجموعة التمرينات بتاعت النهارده اظن لفنا على عضوات الجسم كلها حاجة بسيطة وخفيفة عصاية ماشرة ما كلفناش حاجة وفي نفس المتر في متر اللي احنا وقفين فيه وخدنا وقته بسيط قوي اعتقد هناخد عشر دقيق او حاجة او اتناشر دقيقة اتناشر دقيقة دول بنعملهم في اليوم حيفرقوا معنا على مدار اليوم كله في مستوى الحرق بتاعنا في مستوى نشاطنا حيبقى اليوم حلو تعرفين المخ بيفرز هرمون اسمه اندروفين الهرمون ده بيخلل الواحد فحالة من السعادة وبيقضي على القلم بتاع التامرين لغم التامرين نخلفوش قلم ولا حاجة فهيبقى مودي كويس وعندي نشاط وبحرق كويس قوي وعضراتي شكلاه كويس اظن مش عايزين اكثر من كده بادوات بسيطة شكر ليكم يا ريك ما تنسوش تكرروا ده ثلاث مرات في الاسبوع حيبقى كويس جدا وان شاء الله المرة الجاية حنعمل حاجة مختلفة عشان خاطر الناس تستفاد ما تنسوش بقى تستنون من مرة الجاية شكرا لكابتن يا شامل العواضي على التامرينات الرياضية زي ما كنا بنقولي همام انه دي اعتقد حاجة بقى العصايا دي عصاية المأشة او اي ادوات تنظيفة يعني موجودة في اي بيت فمناش حجة يعني اي حاجة وشفت عمل بيها كم شكل واستخدمها ازاي يعني حاجات موجودة قدامنا في البيت وممكن ما يجيش على بنا ان انا لو فكتها بس كده اقدر اعمل بيها تمرينات بجد مفيدة والمهمة في التامرينات الرياضية اللي احنا نقدمها كل صباحée النقطة اللي اتكلم عليها الشامل العواضي واتكلم عليها ايضا مننا ان احنا نقدم بعض التامرات الرياضية بشكل بسيط وبأدوات بسيطة للغاية شكرا لكابتن شامل العواضي علي التامرينات الرياضية وشكرا لانه عاد استخدام معصاية المأشة يعني في استخدامات اخرى بعيدا عن الكنس واشياء اخرى عموماً دلوقتي أخبار الرياضة والمنتخب الجزائري حاز لقب كأس العرب ويبدو أن الأفضل في البطولة هو من حصد لقبها مع شمع الكردي شكراً لك همام أهلاً بكم مشاهدين الكرام في جولة رياضية سريعة اشتركوا في القناة توجد المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس العرب عقب فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليضطر المنتخبان لعب شوطين إضافيين لحسم الفائز باللقب وفي شوط الإضافي الأول تمكن المنتخب الجزائري من تزهيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والتسعين عبر تصويبة قوية من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء ثم أضاف ياسين إبراهيمي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة وجهت وزارة الخارجية تهنئة للمنتخب الجزائري الشقيق على فوزه ببطولة كأس العرب وقالت الخارجية أن تتويج منتخب الجزائر بكأس البطولة جاء عن جدارة بعد أداء مشرف حظي بإعجاب جميع متابعيها حصل المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز الرابع في كأس العرب المقام بالدوحة وذلك عقب الخسارة من قطر بركلات الترقيح في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة بنتيجة خمسة مقابل أربعة كان الوقتان الأصليان والإضافي انتهي بالتعادل السلبية خضى فريق الأهلي ميرانه الأول في الدوحة على ملعب الإرسال بالعاصمة القطرية دوحة استعدادا لكأس السوبر الأفريقية وعقد فيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على العديد من النقاط الفنية والخططية قبل أن يجري تقسيمة قوية استعدادا للمباراة كانت باثة الأهلي وصلت إلى دوحة استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها الأربعاء المقبل وصل نادي أرسنال انتصاراته بفوز جديد على حساب باليدز يونيتد بنتيجة أربعة أهداف مقابلة هدف ذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدور الإنجليزي الممتاز عزز أرسنال رصيده إلى اثنتين وثلاثين نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد ليدز يونيتد عند ستة عشرة نقطة يستقبل ريال مدريد على ملعبه سانتياغو فرنابيو نظيره قادش في الجولة الثامنة عشرة من الدولة الإسبانية ويعيش ريال مدريد حالة أكثر من رائعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية والأوروبية وضعته على رأس صدرة الدولة الإسبانية وكذلك تأهله إلى ثمن نهائي دور أبطال أوروبا كمتصدر أما قادش فيحتل المرتبة الثامنة عشرة والمؤدية إلى الهبوط بعدما جمع ثلاث عشرة نقطة من سبع عشرة مباراة حتى الآن يواجه فريق ميلان ضيفه نابولي الأحد في الجولة الثامنة عشرة من الدور الإيطالية ويسعى ميلان لتعويض تعثره في الجولة الماضية أمام أودينيزي الذي أفقده الصدارة وتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب في المقابل يبحث نابولي عن الفوز بعد أن أخفق في آخر ثلاث جولات تعدل في مباراة وخسر أمام أتلانتا وإمبولي حقق جولدن سيت ووريورز الانتصار الثالث له على التوالي وتغلب على مضيفه بوستن سيلتكس بـ 111 مقابل 107 ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين سجل ستيفن كاري 30 نقطة ليحقق ووريورز الانتصار الرابع والعشرين هذا الموسم مقابل 5 هزائم على الجانب الآخر تلقى سيلتكس الهزيمة الخامسة عشرة هذا الموسم مقابل 14 انتصارا مشاهدين إلى هنا انتهت الجولة الرياضية السريعة نعود زمرة أخرى لفقرات هذا الصباح واستكمالها مع منا وهمام إليكم شكرا لك شيماء وهنعود لك مرة تانية على رسل السعر في موجز الأخبار يا أهلا بحضراتكم من جديد هنكلم حضراتكم دلوقتي عن أكبر مؤتمر لجراحي شبكة العيون في العالم اللي منعقد بالفعل حاليا في روما عاصمة إيطاليا الحقيقة إنه عندنا من مصر هنا معهد بحوث أمراض العيون شارك في هذا المؤتمر عبر فيديو كونفرنس وده زي ما بقول لحضراتكم أكبر مؤتمر لجراحي شبكة العيون في العالم ومنعقد في روما الحقيقة إنه الحدث ده شارك فيه أكتر من 3000 طبيب بيعملوا إيه؟ ببساطة شديدة جدا بيعملوا مشاهدات حية للجراحات الحية اللي بتحصل على طول في شبكية العيون أو لأمراض ومشاكل العيون فعاليات المؤتمر ده الحقيقة مسماعة جدا في العالم بتبص حتى على صحفة بره هتلاقي إنه فيه اهتمام كبير بالمؤتمر ده لأنه فيه خبرات على مستوى العالم كبيرة وتقيلة جدا في هذا المجال مشاركة مصر فيها كمان مجموعة من الخبرات المشاركة في هذا المؤتمر صحيح الخبرات المصرية أو تم تقديم الخبرات المصرية في مجال جراحة شبكية العيون ضمن تسعة جراحين على مستوى العالم تم اختيارهم لهذا الدور هذا المؤتمر بيعد أحد أكبر تجمع لجراحي شبكية العين بالعالم والمؤتمر بيحرص على تقديم كل ما هو جديد في جراحات الشبكية وأيضا الجسم الزجاجي وطرق العلاج المختلفة والحديثة على فكرة مصر متقدمة في أمراض العيون وجراحات الشبكية تحديدا وهي طبعا جراحات بالغة الدقة وبالغة الخطورة يعني أنا عايز أقولك أن في ناس من الوطن العربي بيجوا مخصوص بالطيران علشان يحجزوا مع أطباء عندنا في مصر هنا لإجراء بعض هذه العمليات فمصر ليها اسم كبير الحقيقة في هذا المجال صحيح والدليل على ذلك أيضا يا منا يعني أن في أطباء مصريين ضمن تسعة جراحين على مستوى العالم تم اختيارهم لهذا الدور ومشاركين في هذا المنتدى أو هذا الملتقى عبر الفيديو كونفرس وهذا الملتقى الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما ويختص بأمراض العيون وتحديدا مجال جراحة الشبكية فكرة تبادل الخبرات كمان يعني جرحينا في مصر هنا لما يحضروا المؤتمر ده مع طبعا جرحي من دول كتيرة جدا في العالم فكرة تبادل الخبرات لأنه كل طبيب بيكلم بلده وصلت لإيه في مستوى الجراحات دي فطبعا ده بيسموه دايما بقول بيسموه كروس إكسبوجر تبادل الخبرات ده طبعا موضوع مهم جدا ومفيد جدا إلى في الملف الطبي في مصر ناردنا بنتشرف أن احنا شاركنا في مؤتمر فلورتنا في إيطاليا ببس مباشر من المعهد هنا عندنا هنا عملنا أول حالة كانت حالة لطفل عنده سقب في مركز الإبصار وعملنا طريقة تعتبر من الطور الحديثة عالميا لإصلاح سقوب مركز الإبصار كان سقب كبير الحقيقة فهما كانوا مبسوطين بالطريقة دي وكانت الحمد لله مشت كويس الطريف في الموضوع أن احنا المرة دي عملنا البس من القاهرة قبل كده يمكن في الدورة اللي فاتنا طلعت إيطاليا واشتغلت هناك وفي ألمانيا برضو اشتغلنا هناك فالنهار ده وصلنا من التقنيات أن احنا نقدر نعرض الشغل ده داخل المعهد هنا بنفس الكواليتي والجودة والطريقة الجراحية اللي نرتضيها أنها تبقى تبس للخارج ده أكبر مؤتمر يجمع جراحي الشبكية في العالم بيحضروا أكتر من 3000 طبيب من مختلف دول العالم وبيتم عن طريق إجراء بث حي من مراكز متميزة من مختلف قرارات العالم والأول مرة يقع الاختيار على معهد بعوصة مراد العيون في مصر لإجراء هذه الجراحات ونقلها ببث حي إلى روما حيث يتواجد الجراحين الحقيقة ده لما يتمتع بالمعهد من تجهيزات طبية وجراحية ومتميزة كذلك إمكانية نقل هذه الجراحات ببث حي إلى مكان المؤتمر مصر لقى تجربة مهمة وملهمة أيضا فيما يتعلق باللقاحات والتطهيم أذكر في يونيو 2020 الرئيس عفتاح سيسي شارك في القمة العالمية لللقاحات وكانت أنا ذاك تنعقد في بريطانيا عبر الفيديو كونفرنس وكان الرئيس عفتاح سيسي كلمة مهمة في هذا الإطار مصر فقط ليست لديها تجربة فيما تعلق بتقديم هذه اللقاحات للأطفال تحديدا لكن حتى بتصنيع اللقاحات والتطهيمات من هذا المنطلق وزارة الصحة والسكان تطلق الآن فعليات الحملة القومية للتطهيم ضد دشارة للأطفال هتبدأ اليوم وهتستهدف الحملة تطهيم 16 مليون و500 ألف طفل من خلال 45 ألف فريق بيضم 90 ألف عضو طبعا خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطهيم المختلفة طبعا مهم جدا أنه نعرف أنه كمان في مع الأعداد دي فرق إشرافية موجودة على جميع مستويات الوزارة كل المدريات الصحة الإدارات الصحية كلها الوحدات الصحية كلها موجودة فيها فرق إشرافية المناطق الطبية طبعا الموجودة كمان والحقيقة أنه وزارة الصحة والسكان قالت أنه التطهيم بيتم من خلال الحملة القومية للأطفال وده مهمة أوي نركز فيه لأنه كل فترة لما بنيجي نعمل حملة تطهيم ضد دشارة للأطفال الناس بتتساءل فين الأماكن عشان تجنبا أن الواحد يروح مكان مش معروف أو اللي قدر الله يتعرض لأي نصب أو أي مشكلة فالدولة بتقول فين الأماكن دي بنتكلم على رياض الأطفال بنتكلم على فرق تانية حتكون موجودة في كل الوحدات الصحية كل مكاتب الصحة محطات المترو والأوتوبيس والمواصلات والأسواق محطات القطارات في تفاصيل أكتر عن أماكن تواجد هذه الحملة الحملة ضد شلل الأطفال نشوفها مع حضراتكم في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الموضوع ده مننا لازم نشير ونشيد بالدور اللي بتقوم به وزارة الصحة ومستاد الدولة بشكل عام فيما يتعلق بتوعية المواطنين وحتى بإخبارهم وأعلامهم بموعيد هذه التطايمات يعني أنا على سبيل المثال وعندي أحد الأطفال المستحقين لهذا التطايم وصلتني رسالة على التليفون من يوم الأربعة اللي فات بتقول نصا حملة تطايم ضد شلل الأطفال حتى خمس سنوات من 19 إلى 22 ديسمبر بالمنزل وبأقرب وحدة صحية وده مهم جدا حتى لو محدش يعني عرف هذه المعلومة من طريق التلفزيون أو الصحف أو الإعلانات الموجودة على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي فممكن يعرفها أو توصل هذه الرسالة عن طريق التليفونات المحمولة لكل أسرة عندها أطفال مستحقين لهذا التطايم شكرا لوزارة الصحة والمؤسسات الدولة عموما في هذه التوعية طيب تعالوا نطلع الفصل سريع ونرجع مباشرة نستكمل باقي فقراتنا حواراتنا وموضوعاتنا في هذا الصباح يا صباح الخير على حضراتكم مرة تانية في هذا الصباح لا شك أن الدولة المصرية لديها الآن تجربة تنموية وتجربة اقتصادية أصبحت ملهمة لكثير من دول العالم النامية تحديدا والتي تصبه إلى النمو والنمو المستدام وإذا تحدثنا عن ملامح التنمية المستدامة في مصر فهناك ملمحين لابد أن نذكرهما الملمحة الأول أن التجربة المصرية التنموية هي تنسحب على كل القطاعات في نوع من العدالة في كل القطاعات في دعم الدولة لكل القطاعات وتشجيع الدولة لدي القطاعات الأمر الآخر العدالة الاجتماعية في المحافظات وفي الأقاليم الجغرافية المختلفة وهذان الملمحان ربما تختلف عن تجارب تنموية أخرى في دول العالم زي شرق آسيا وغيرها من التجارب التنموية المختلفة وده أدى إلى حصول مصر على شهادات دولية وعالمية معتمدة من المؤسسات المختصة الاقتصادية والاقتمانية المختلفة خصوصا أن مصر أطعت شوط كبير في تحقيق الإصلاح الاقتصادي من 2016 وحتى الآن ما زال هذا الإصلاح مستمر حتى اللحظة على أي حال من خلال كل هذه المشروعات هنتناقش في كل هذه المشروعات وتجربة مصر التنموية الاقتصادية مع الأستاذ الكتبة الصحفية نشو الحوفي أستاذ نشو أهلا وسهلا 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 صباح الفل من ورانا ده نوركم يا رب يتيكوا الصحفة لسه قبل لما نطلع هوا على طول مع حضرتك كنا بندردش كده أنا وحضرتك وهمام زميلي وبنتكلم في فكرة أنه للحديث على الاقتصاد علينا أن ننظر إلى الأرقام والمؤشرات عشان يبقى كلامنا مظبوط بصفة عامة ونحن في نهاية عام ميلادي كل سنة حركة طيبة وربنا يجعل السنة جديدة أخير شايفة المجموعة المؤشرات والأرقام اللي بتدل على موقف مصر اقتصادياً إيه مع طبعاً الأخذ في الحسبان المشروعات القومية العملاقة اللي همام ادى فكرة عنها طيب خلينينا لو بالأرقام همام كان بيكلم دلوقتي إن مصر بدأت تجربتها الاقتصادية الحالية في 2016 2014 كان الاقتصاد المصري الناتج القومي بتاعه كان 244 مليار دولار بالأرقام النهاردة الناتج القومي المصري وفقاً للبنك المركزي هو 415 مليار دولار بالرقم البنك الدولي هو 395 مليار دولار عن عمالي واحد لا الناتج القومي اللي هو النهاردة وصلنا لقد إيه في عمالي واحد اللي هو 21-21 اللي انتهى في 30 يونيو احنا غير اقصادات العالم احنا دايماً نبدأ المالي واحد سبعة اذا الوضع الاقتصادي في 2014 لحد 2016 كان وضع سيء للغاية الاحتياط النقدي لم يكن يتجاوز 16.5 مليار دولار كان منهم 6.5 مليار وديعة قطرية كان الإخوان أخدوها من قطر ومصر أسرت على سددها كاملة الستة ونصف مليار دولار وتم سددهم نهائياً في 2016 رغم ان احنا كنا محتاجين النمو كان وقتها لا يتجاوز واحد ونصف في المية اليهاردة رغم ظروف كورونا احنا كنا وصلنا الاربعة ونصف في المية في 2019 في عشرين عام 2020 احنا كنا بنتوقع ان نمونا يكون خمسة وستة من عشرة في المية لكن للأسف في عشرين عشرين مع ظروف كورونا وتراجع الاقتصاد في العالم كله مش بس في مصر تراجع الاقتصاد السياحة على سبيل المثال السياحة في ديسمبر 2019 كانت وصلت 13 مليون سايح وده تفوق على الرقب اللي كان موجود في 2010 لان 2010 كنا 12 ونصف مليون سايح فلكن النهاردة نزلت السياحة مرة تانية الى خمسة ونصف مليون سايح نظرا لظروف العزل اللي سادت كل العالم كل دي ارقام بالنسبة لي بتقول حاجة واحدة ممكن استاذ حركة الحالة لو انا فكرة صحة كمان معدل البطالة صحيح مرضو كان في 2014 من اعلى السنوات في المعدلات اشنا كنا وصلنا الى 19 في المية من في معدل البطالة النهاردة البطالة نزلت الى 7.2 من 10 في المية فرق جدير طبعا العجز المالي كان 12.9 من 10 والعجز المالي علشان الناس تفهم الاولي اللي هو قصة ان انا دخلي كذا والميزانية عندي كذا فعندي عجز في الميزانية كان بنسبة 12.9 من 10 في المية النهاردة احنا بنوصل بالعجز يعني طموحاتنا في 22 اللي جاية دي يكون 6.7 من 10 في المية احنا نزلنا بيها النهاردة الى 8.9 من 10 في المية يعني العجز المالي بيقل معانا اللي هو عجز الموازنة ده غير ان فيه فائض في المصروفات والدخل اللي هو الفائض الاولي ده صحيح بعيدا عن الديون وخدمات الديون ده صحيح حتى الدين بالمناسبة ودي جزئية مهمة لان ناس كتير بتقف عندها الدين احنا ناس تقولك احنا كنا 45 مليار دولار في 2014 النهاردة بيقدر ب120 مليار دولار وفقا للبنك الدولي والنسبة اذا احنا زدنا القصة ما بتتقسش كده في الديون نمرة واحد علشان نعرف هو احنا خطر ولا مش خطر هو بيقص بنسبة الناتج القومي بتاعك انت في امان طول ما هو في 30 ل 35% اوعى يزيد عن كده الحمد لله انه هو في النسبة ديت واقل كمان نمرة اتنين انا مش بستلف عشان اكل صحيح انا بستلف علشان اعمل مشاريع يعني على سبيل المثال في 20 مليار دولار من الدين هو في محطة الضبعة النهوية لانتاج الكهرباء صحيح على سبيل المثال انت عندك 3.6 مليار دولار انت بالنهاردة بتعمل بيهم سد ستيجلر جورج في تنزانيا ده على سبيل المثال المشروعات اللي احنا بنعملها دي نقطة مهمة جدا يا سيزان اشوام ماشي بناخد عشان ناكل لا ده الفرق احنا بناخد علشان ننتج على فكرة ودي حاجة تعالي انا وانت نفهمها للناس كده وانا معاكم يا مينا اللي هي اي رجل اعمال حيدخل مشروع حياخد من راس ماله اللي حطه في البنك ولا حياخد قرد من البنك ويسدد البنك من ارباح المشروع طبعا مش هياخد من راس ماله ده نمرة واحد كل الدول بتعمل كده ده امريكا اكبر دولة مستدرينة في العالم هي رقم واحد في عدد الديون امريكا عدت سقف الديون اللي حطينه من مئة سنة البنك الفيدرال في من شهرين كانت امريكا بتطلب دين الحكومة طلبة من مجلس النواب اللي هو الكونجرس انه وفق لها على قرد 450 مليار دولار من البنك الفيدرالي بتاعها لانها وصلت الى 28 تريليون دولار ودي كان فيها مفوضات جمدة لان انت عدتي سقف الدين الناتج القومي الامريكي 19.2 تريليون دولار يعني دينها معدي بكتير ها دي بقى مش عدت 30% دي عدت 100% دي كده 120% الامر الاخر فيما يتعلق بالديون وصلت نشوة طبيقة الدين اذا كان قصير الاجل ولا متوسط الاجل وطويل الاجل ومعظم الديون بتاعتنا طويلة الاجل الناس بقى نفسي اطلب من كل المثقفين والناس اللي بتسمع اخبار الدين انها تشرحوا للناس بهدوء كده بلاش تقولولهم احنا زدنا مش عارف ايه قولولهم الناتج القومي بتاعنا كام الدين كام بنصرفه في ايه الدول العالمية كلها يعني انا عايز اقول احضراتكم على حاجة مثلا على سبيل المثال تركيا ديونها النهاردة 464 مليار دولار بينما الناتج القومي بتاعها نزل من تريليون دولار الى 745 مليار مليار يعني هو نتجها القومي نزل دينها علي اكتر من 50% القصة اذا هي قصة الاقتصاد بيدار ازاي بيقارن بايه بيقارن بالدول كمان والنظرة المستقبلية كمان ممكن نبسطها للناس لو انت بمرتبك او دخلك 5000 جنيه انت ممكن تستدين 1000 جنيه مقبول لكن لو دخلك 1000 جنيه ما تقدرش تستدين ال 1000 جنيه تستدين في 100 جنيه لانك هتصدد ازاي مقارنة تمام بالدخل اللي هو هو ده وعلشان كده انا طول الوقت ابص في اقتصادنا على ارقام وهخليني هنا اقف عند حاجة يعني الدرائب طول عمرها حاجة ما يحبهاش البني ادم على فكرة في عموم العالم اي حد في الدنيا ازمة المواطن في اي دولة في العالم هي الدرائب لانها بتقططع من دخله لكن انا لفت نظري في المناقشة اللي كانت ما بين وزير المالية مؤخرا لسبوع اللي فات في مجلس النواب وما بين النواب وهو بيطلب او بيعرض مشروع قانون الحكومة عن زيادة ضريبة الدمغة وضريبة تنمية الموارد رد النواب انا هنا مش هناقش المشروع ان مصر الحقيقة او الحكومة عايشة على الجباية من المواطنين وان المواطنين هم اللي بيعملوا كل حاجة وان الحكومة نبتعملش حاجة دي معلومة مش صحيحة اترددت على لسان اكتر من نائب وانا هنا الحقيقة يعني اربأ بالنواب انه هم يستعملوا نفس الالفاظ اللي كانت مستخدمة النائب لما يجي يتكلم في اقتصاد يتكلم بارقام مش بمشاعر لا وبسطات على الفيسبوك الله ينور عليك الجباية دي كلمة صعبة اولا كل دول العالم الدرايب جزء من الناتج القومي بتاعها كل دول العالم نمر اتنين تعالا انا وانت سيادة النائب نقارن والمواطن كمان لازم اعارف دي نقول هو الدرايب بتمثل قد ايه من الناتج القومي المصري بتمثل 15 واحد من عشرة في المية من الناتج القومي المصري بينما بتمثل في فرنسا 46% بتمثل في كندا 32% بتمثل في الولايات المتحدة الامريكية 27% بتمثل في تركيا 26% اذا القصة من فضلكم في دول اقل من كده اه في دول لا تتجاوز فيها الدرايب نسبة 5% 10% بس كل دولة لها ظروفة لكن قصة ان مصر عايش على الجباية من الدرايب يعني احنا بناخد من المواطن علشان بنصرف دي مقولة مش حقيقية طيب دي كانت نظرة شاملة على الاقتصاد الاقتصاد في مصر فاضل جزئية لا فاضل جزئية اذا كان العالم في فرنسا في بريطانيا في كندا في الولايات المتحدة الامريكية في بعض الدول الخليج في استراليا في فترة كورونا اللي العالم قعد فيها في البيت الرفوف السوبر ماركت فضيت من الاكل احنا ما عندناش رف بقال فضي من الاكل ما عندناش سلعة نقصت في السور نمر اتنين ما عندناش ناس باتت جعانة على الرغم من انه مبلغ ما هو شواو يعني الا ان الحكومة اقرت لأكتر من 12 مليون مواطن من اللي هما بيقوموا بأعمال مؤقتة غير سبتة اقرت لهم 500 جنيه معونة شهرية لحد الازمة متعدي مش مبلغ كبير اه 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 مش مبلغ كبير لكن الحقيقة كالترخير حكومة لسه بتقاوم ظروف اي كانت بتمر بيها انها طلعت هذا المبلغ لهذا العدد الناس اللي نزلت بالمناسبة الحديث عن السلعة الناس اللي نزلت ايام الحظر لما حصل حظر في الموجة الاولى واشتروا رزوا مكارونات بتاع بكميات كبيرة عشان يخزنوا في البيت ندموا بعدها لان السلعة فضلت موجودة السلعة موجودة انا اعتقد ان ده من اكبر حصاد للدولة المصرية والحكومة المصرية كدليل على نجاح الزرف الاقتصادي في السنة اللي فاتت لان مفيش اهم من ان المواطن يلاقي اكله ويلاقي الغذاءه وعيلته طيب بالحديث عن المواطن لازم حنقف مع حضرتك عن المواطن المصري في الجمهورية الجديدة وحياة كريمة ونشوف كده نظرة حضرتك لاستمرار وان شاء الله لسه طبعا المشروعات دي نكملها معنا لكن استسمح حضرتك نروح الى زملتنا شايماء الكردي لموجز التاسعة ونركع تاني نستكمل معنا شكرا إليك شايماء شكرا التاسعة صباحا السابعة بطاقية سابرينة شاموجز اخبارياتكم من القاهرة أهلا بكم قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن هناك تكليفا واضحا من الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم أهالي الصعيدة في المجالات المختلفة جاء ذلك خلال جولته التفقدية في محافظة أسوان في إطار متابعته للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات استعدادا لافتتاحات رئاسية المرتقبة لها وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى مصنع كيمة 2 كما اطلع على معادلات سير العمل بالمصنع واتفقد مدبولي الأعمال الجارية في مدينة أسوان الجديدة كما اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان رفضت وزارة الخارجية تصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصرية واعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة اعتبرته تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلية المصرية ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضعية وقالت الوزارة إنه من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية ونزهة وهذا ما نرصد معه ازدواجية المعايير وأكدت وزارة الخارجية مجددا رفضها الكامل لتدخل في أشأن الداخلي وبجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل تسعمائة واثنتين حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا لفت إلى وفاة ثمان وثلاثين حالة جديدة وأفادت الوزارة بخروج ثمانمائة وثمانية وثمانين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ثلاثمائة وأحد عشر ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين حتى اليوم من بين العدد الإجمالي للإصابات الذي بلغ ثلاثمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وأحدى عشرة حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى واحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسة عشرة حالة وفاة أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بيانا أكدت فيه تعرض المنطقة الخضراء ببغداد إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا وأشرت الخلية إلى أنه تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة الدفاع الجوية السيرام أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات ما تسبب بأضرار بسيارتين مدنيتين وأضافت أن القوات الأمنية باشرت بعملية تحقيق وتحديد للموقع الذي أطلق فيه الصاروخ أفدى التحالف العربي في اليمن بأن الدفاعات السعودية دمر طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط وأوضح التحالف أن طائرة مسيرة انطلقت من مطار صنعاء الدولية كان تحالف قد أعلن عن تنفيذ 19 عملية استهداف في مأرب والجوف ضد مواقع الحوثيين خلال 24 ساعة ما أسفر عن تدمير 11 ألية ومقتل 80 عنصرا حوثيا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الأحدى تقص بارد نهارا على معظم الأنحاء شديد البرود ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا وتوقع الخبراء وجود رشاط للرياح المثير للرمال والأترباء على بعض مناطق القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية إلى جنب توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لقي 75 شخصا على الأقل مصرعهم في الفلبين جراء الإعصاري وهو أقوى إعصار يضرب البلاد هذا العام وقال مسؤولنا محليون إن 49 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أثر عشرة آخرين في منطقته لترتفع بذلك الحصيلة المؤقتة للضحايا إلى 75 قتيلا وتسبب الإعصار في إكبار أكثر من 300 ألف شخص على ترك منازلهم والمنتجعات السياحية بسبب انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات لمزيدنا من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام ويوتيوب شكرا لطيب المتابعة نعود مرة أخرى لمنا وهمة مستكمل فقرات هذا الصباح شكرا لك شكرا لكم جزيلا لك يا شايمة قبل الموجز مشاهدينا كنا نتحدث على كثير من الأرقام الإيجابية اقتصاديا وماليا في الأوضاع الاقتصادية عموما والحال الاقتصادية المصرية للدولة المصرية والمؤسسات المصرية هذه الأرقام لم تكن لتؤتي أكلها وثمارها لولا المشروعات القومية الكبيرة والعديدة وفي مختلف القطاعات ومختلف الأنحاء وكل المحافظات في مصر السؤال المهم المواطن إزاي يستفيد من هذه المشروعات؟ إيه مرضوط كل هذه المشروعات على المواطن؟ ده اللي نسأل سؤال مباشر للأسادة نشوة الحوفي وهي ضفتنا النهاردة في هذا الستوديو ونكمل معها هذا النقاش الثري أهلا وسهلا مرسل للأسود وأنا بس عايز أقول حاجة قبل ما أقوله هو المواطن استفدي وضع الاقتصاد المصر ببساطة في 2014 ووضعه النهاردة عندي مريض درجة حرارته كانت 41 وعنده حمى وبيترعش مني وبيفرفر بديته دوى كان صعب شوية فيه حقن وفيه دوى مر دوى مر بنفس المعنى كده دوى مر درجة الحرارة نزلت لـ 38 هل المريض خف نيائي؟ لا طب هل المريض لسه على وضعه؟ لا أنا أنقصت حياته لأن السخنية دي ممكن تدمر خلايا المخ بالمناسبة فالحمد لله خلايا المخ ما تدمرتش درجة الحرارة نزلت إذن أنا لازم أكمل في نفس الدوى القصة بقى تاني نرجع للمواطن إزاي استفاد للسؤال بتاع العزيز مرضود اللي بيحصل من الدولة إيه عليه على المواطن هل المواطن يعلم أن المرتبات زادت 220% من 2011 لحد النهاردة؟ فسؤالي للمواطن درجة إنتاجيتك زادت بنفس نسبة زيادة مرتبك؟ ده نمرأ واحد نمرأ اتنين هل المواطن يعلم أن زادت المعاشات وزادت معاشات حياة كريمة؟ هل زادت بنزق ووصلنا دلوقتي ل300 مليار علشان تكفي كل المواطنين سواء معاشات موظفين أو معاشات تكافر وكرامة أو معاشات لذوي احتياجات؟ هل المواطن عارف ده؟ ده اللي بينعكس عليها هل المواطن عارف أن زيادة الميزانيات لوزارات الصحة والتعليم ده والرياضة؟ بس خليني في الصحة والتعليم ده أهم حاجة زادت بنسب تفوق 25% سواء مرتبات أو سواء انعكست على تطوير مستشفيات أو القضاء على فيروسات زي فيروس C أو عمل التأمين الصحي زي ما عملنا في بورسعيد كتجربة رائدة النهاردة المواطن في بورسعيد وده مش كلام إنشاء ولا كلام منشط ولا كلام صحافة المواطن في بورسعيد النهاردة ممكن يعمل عملية قلب مفتوح بكرنيء التأمين الصحي اللي معاه إن شاء الله إحنا ماشيين في خطوات ولأن دي حتكلف الدولة كتير أيوة أنا عندي مستشفيات لسه مش صحة أيوة أنا عندي لسه مدارس مش صحة أيوة أنا عندي لسه سلوكيات مش صحة لكن أنا ماشي في الطريق ربنا خلق الكون في ست أيام وهو القادر اللي بيقول كن فيكون ما بالكم في دولة كانت كل العالم بيراهن عليها في 2014 إنها ميتة اقتصادية حتى لو تفتكروا حضراتكم كان فيه كلمة للرئيس في 2014 بعد حدثة كرم الأواديس مصر مش هتركع صحيح لو حضراتكم تفتكروها لأنه كان هناك إرادة دولية لتركيع مصر صحيح ولكن الدولة النهاردة قادرة على إنها ترسل مساعدات الدولة قادرة على إنها تثبت لمنظمة الصحة العالمية أنها لها نموذج يحتزى في القضاء على فيروس C صحيح عند المواطنين وده كان فيروس بيأكل أهلين بيأكل المصابين بيأكل أكباد المصريين صح ولا مصصح في النهاية وسنشوى المواطن هو المستفيد الأول والأخير من كل هذه المشروعات خلينا نقول بس إن المواطن عنده بعض المعاناة بس بعض المعاناة نسبتها إيه من قبل كده ده نمرأ واحد نمرأ اثنين هو تحسن وضعه ولا ما تحسنش لازم يدفع تمن ولا ما يدفعش هيدفع كلنا هندفع تمن بس المهم إن بلدنا تفضل عايشة النهاردة الصين عندها واحدة من أكبر شركتها العقارية مش قادرة تسدد ديونها صحيح ودي مؤشرات أزمة دولية فيما يتعلق بالديون عن الشركة المليارية عن الشركة الصينية على كل حوالي أستاذ نشوالحوك الكتابة الصحفية شكرا جزيلا جدا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح ودائما منور الحوار معك دائما متع لنا وإن شاء الله بإذن الله نستكمل كثير من الملفات الحديث عنها في المرات القادمة يا رب شكرا لحضرتك وحضرتك طيبة وخير يا رب إحنا لسا مكملين بحضرتكم فقراتنا ولكن بعد فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أحداث تهم الشارع المصري آراء وأخبار في مركز الاهتمام نتابع تطوراتها وعمق تأثيرها في الصدى مع رانيا هاشم السبت والأحد ساعة ثامنة مساء على إكسترا نيوز بنبني مستقبل مصر مستقبل مشرق قوي النهاردة بنحتفل بمرور 17 سنة المصر بدون شلل الأطفال بسبب التطعيم الروتيني والحملات القومية لكل الأطفال الأقل من سن خمس سنين المصريين وغير المصريين اللي عايشين على أرض مصر الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال مكملين في بناء جيل قوي بمستقبل أقوى طعم طفلك ضد شلل الأطفال عشان مستقبل أحسن ليه ولينا بس نحن نبقى دايماً مع بعض دايماً من كتلة واحدة ترجمة نانسي قنقر أرجى الناس وأكثر الناس كرامةً وكبرياءً الصعيدة شط سكنديريا يا شط الهواء روحنا سكنديريا يا مانا الهواء يا دنيا همية أولياني ردين بس انتم انتم سمام الأمان لمصر شعباً دحيا مصر دحيا مصر دحيا مصر يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم من جديد وفقرتنا دلوقتي مع مجموعة من الأخبار سواء اللايت الخفيفة أو المهمة كمان اللي ممكن نحب نعرفها مش بس عن العالم ككوكب الأرض يعني وإنما عن كواكب أخرى أيضا هنشوف مع بعض عموماً نبدأ بخبر عن مكان عندما بني بني لصاحبه لأنه صاحبه كان مريض بالربو فتبنى المكان ده علشان المريض ده اللي هنعرف حالاً هو مين دلوقتي يروح هناك ويستشفى ويتعالج أو بتتحسن صحته من الربو الربو طبعاً معروف أنه هو من الأمراض الحقيقي صعبة مش سهلة خالص لأنه بيأثر على الرئتين بينتج عنه التهاب وضيق في الممرات التنفسية نفسها وده طبعاً بيخلي الهواء مش قادر يتضفق إلى الشعب الهوائية وده بيعمل فيما بعد أنه بات متكررة ضيق تنفس والصدر كده تحس أنه بيزيق الكلمة اللي احنا بنقولها دي معنى طيب مرضى الرابو بيكونوا في كل الأحوال محتاجين أنه هم أو أول نصيحة بتتقلهم من الطبيب المعالج لازم تستنشق هوا فرش ما ينفعش تقعد في مكان التهوية فيه مش حلوة ما ينفعش تقعد في مكان فيه رائحة نفاذة لازم تكون دايماً بتشم هوا طبيعي ونقي حتى مع كل الأدوية اللي بياخدوها بطبقى دائماً هذه هي النصيحة الأهم من أي طبيبي هم منه لمريد الرابو مريد الرابو أيضاً بيحتاج زي ما منا بتقول إلى هوا نقي وطبيعي وجاف وفي مصر تحديداً في مدينة سانت كاترين يوجد هذه الصفات من الهواء أو الصفات للهواء النقي والجاف صاحب هذا المكان أو صاحب هذا القصر هو الخديوي عباس حلمي وبنى هذا القصر المسمى بقصر عباس في واحدة من أعلى قمم الجبال في مصر وهي قمة جبل سانت كاترين قمة جبل سانت كاترين أسس فيه عباس الخديوي عباس حلمي قصره المخصص لاستنشاق الهواء النقي والجاف لأنه كان مصاب بالربو هذا الجبل يبلغ ارتفاعه 2383 متر بمعنى أكتر من 2000 كيلو فوق سطح البحر وخصص هذا المكان ليكون أرض لإقامة القصر على مساحة 450 متر عايزين كمان نقول لحضراتكو أنه القصر ده أصلاً أيام الخديوي عباس الأول ما كانش نسه اكتمل بناءه لأنه توفى يعني هو توفى وما كانش لسه اكتمل بناءه لكن القصر مازال مهجور على القمة وممكن منه وإنت تحت الجبل خالص تشوفه بشكل واضح جداً رحلة الصعود والسير علشان توصل لقمة جبل عباس سباشا دي في حد ذاتها يعني الرحلة نفسها وإنت طالع كده all the way زي ما بيقولوا دي في حد ذاتها الحقيقة رحلة سياحية استشفائية وبيئية وممكن تتسلق الجبل ده في مدة زمانية تصل إلى 3 ساعات ونص لو معك دليل بدوي أو هو في الغالب لازم يكون معك دليل بدوي وهو طبعاً بتحتاج مجود بدني جبار عشان تطلع جبل سانت كاترين أو قمة الجبل أو إحدى قمة من جبال سانت كاترين على أي حال مدينة سانت كاترين بتعتبر من أفضل أماكن الاستشفاء من مرض الربو هي مدينة خالية من دخل المصانع طبعاً وعواد من السيارات المدينة بتنعم على سكانها وزائريها بهواء نقي وصحي بيكون خالي من أي تلوث بيه صحيح أي حد عنده مريض أو هيعرف حد مريض بالربو ينصحه حقيقي أنه يطلع على سانت كاترين لأنه زي ما كنا بنكلم على السياحة من شوية وبنقول أن فيه ناس بتيجي مخصوص لحاجات معينة فعلاً فيه ناس بتيجي على سانت كاترين مخصوص علشان الاستشفاء من الربو أعتقد يا منا أن هذا الوقت من العام ما أظن أن يكون مناسب الناس تروح سانت كاترين إلا لو فيه رحلات منظمة من قبل المسؤولين أو على الأقل بيتم إبلاغ المسؤولين في الشرطة والمؤسسات المختلفة أن فيه رحلات معينة عشان درجة الحرارة بتكون منخفضة للغاية ونتذكر كلنا من سنوات كان فيه حدثة مريع على قمة جبل سانت كاترين نسأل الله السلامة لكل الناس والمؤسس اللهم أمين يا رب وإنت فكرتني أنت تكلم على المخرج اللي تواصل هناك من التلج من البرد مصبول أنه تاه عن المصاري التأليم أنه هو فيه وكانش باللغة السلطات أنه فيه مشكلة أعتقد رحمة الله عليه وربنا يسلم الجميع يا رب خلونا بقى نطلع من سانت كاترين ومن مصر ومن كوكب الأرض كله مع بعضه كده إلى كوكب المريخ ومازال الكواكب واكتشافها واللي بيحصل فيها دي عالم غامض جداً الناس كلها أو أغلب الناس يعني تبقى دايماً يعني عندها فضول أنها تعرف كده فيه حضراتكم عارفين أنه بالفعل خلاص دي حاجة قديمة بقى عرفناها أنه فيه ما يعرف بيئة الأخدود العظيم اسمه جراند كانيون العلماء ده لقوا أنه هو بيبقى في المريخ موطن لكميات كبيرة من الماء فيه اكتشافات بقى ما لا بتحصل لأنه فيه طبعاً مراكب مدارية بتدور حوالين كوكب الأحمر هو بيطلق عليه كوكب الأحمر المريخ لأنك أنت من على بعد كبير أوي بتشوف لونه أحمر ووفقاً لوكالة الفضاء الأوروبية اكتشف المسيار الأوروبي اللي تم إطلاقه سنة 2016 المياه في كوكب المريخ على سطح المريخ النظام الوادي ده اللي تم اكتشافه أطول عشر مرات وأعمق بخمس مرات وأوسع بعشرين مرة من الجراند كانيون اللي كلمنا حضراتكم عليه ده وفقاً لشبكة CNN من ضمن الصعوبات اللي كان الناس أو العلماء تحديداً في ناسا وغيرها من وكالات الفضاء المختلفة في العالم علشان يعيش أو شان الإنسان يعيش في كواكب مختلفة كانت مشكلتين مشكلة الأكسجين ومشكلة المياه فأظن الوقتي بحسب هذا الخبر هم لقوا مياه على المريخ فمش عارف هل ده يساعد على ذهاب الناس للمريخ على بقاء الناس في المريخ مش عارف يبدو أنه فيه دراسات لازلت جارية في هذا الإطار يعني عموماً هذا الماء المكتشف بيقع تحت سطح النظام الوادي وتم اكتشافه بواسطة أداة تسمى فرند وهي الخاصة بالمركبة المدارية أو كاشف النيوترونات أو النيوترونات ذات الدقة العالية هذه الأداة قادرة طبعاً على رسم خريطة للهيدروجين على عمق 3.28 من مياه قدم من تربة المريخ معظم المياه على سطح المريخ بتقع في المناطق القطبية للكوكب وبتظل مجمدة بشكل ماء جليدي تقريباً فيما يشبه الأرض سواء في القطب الشمالي أو الجنوبي وهم العلماء برضو وضعوا خط استواء للكوكب ويعني الماء بيتواجد في الأماكن القطبية حيث لا تكون درجات الحرارة عادة باردة بما يكفي للجليد أنا جعل عبالي دلوقتي فكرة عايزين نبقى نتناقش فيها مرة في أول الحلقة نتناقش فيها في أول الحلقة من فضلك يا أستاذ علي لو سمحت ونسأل السادة المواطنين في الشارع لو فجأة كده فجأة قالك المريخ الآن جاهز لاستقبال السكن يعني ممكن الناس تطلع تعيش في المريخ تطلع ولا لا؟ لأ من هطلع الناس وعدنا يعني الناس كلها تطلع وعدنا عن نفسي أنا حاج مع قطتي وكلابي وحيواناتي وأخوط بعدي بشمتة هدومي وقاري على المريخ أنت أصلا عايشة في المريخ تتعلم بصر الجديدة وعلي معي ومناور كمان هنتيجي معنا بس أنت عندك كان مدرس الولاد حتنقلهم المريخ حتنقلهم المريخ؟ لأ ما أنا هسو كنت تطلعوا بأوضل أنا مع أولادي طيب خلينا نروح لخبر آخر ونابليون بونابارت الإمبراطور الفرنسي الشهير والحقيقة أنه في مزاد لسه قريب قوي يعني في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنوا أنهم بيعوا واحد من سيوف نابليون بونابارت بالإضافة إلى خمس أسلحة نارية كان بيملوكها من 200 سنة فاته المقابل كان بقى المقابل بيزيد على 2.8 مليون دولار كيفين هوغن رئيس دار روك آيلند أوكشن كومباني قال المنظمة طبعا للمزاد ده قال لوكالة الأنباء الفرنسية أنه الدار الموجودة في ولاية ألينوي الأمريكية باعت المجموعة المكونة من سيف نابليون وخمس مسدسات مزخرفة قدرت قيمتها ما بين 1.5 و3.5 مليون دولار المين بقى باعوها المين لشخص هو شخص شارك في المزاد بالتليفون كان معنا برضو خبر متعلق بحد اشترى حاجة ساعة أظن برضو كان من خلال التليفون الشخص اللي اشترى بقى مقتنيات أو يعني بعض مقتنيات نابليون بونابارد مارديش يقول هو مين شخص مجهول كيفين صاحب هذا دار أشار أن المشتري بشراء هذه القطع العسكرية الثامينة العائدة للي نابليون مقابل 2.87 مليون دولار قد حصل على قطعة تاريخية شديدة الندرة السيف المصنوع كان في مجغل صنع الأسلحة نيكولا نويل بوتيه في منطقة فرساي في فرنسا طبعا بالقرب من العاصمة باريس وهو القطعة الأكثر أهمية في المجموعة هذه الدار دار عفوا دار المزادات هي دار رائدة عالميا في بيع المعدات العسكرية والأسلحة النارية والبيضاء لهواة الجمع ومقتنيات الأسلحة الأسلحة البيضاء أو حتى الأسلحة النارية السيف المذكور كان بيستخدمه نابليون بونابارت خلال انقلاب التاسع من نوفمبر عام 1799 يعني قرابة أو أكثر من 200 سنة طيب دي مجموعة من الأخبار واحنا لسه عندنا يعني فقرات يعني مش كثير عشان وقتنا قاربة على الانتهاء لكن خلونا نطلع بفاصل قصير ونرجع بعد ونستكمل ما طبقة لنا في لقاءنا مع حضراتكم في هذا الصباح يا أهلاً وصهلاً بحضراتكم من جديد طول الوقت بنقول أنه ضروري قوي نحصل على التغذية الصحية الجيدة والمناسبة وأن هي حاجة أساسية طبعاً عشان صحتك وعشان جسمك وحالتك النفسية طبعاً أكيد كمان وأنه التغذية لازم تكون صحية جداً ومتوازنة لكن في حقيقة الأمر إحنا ككبار كتير قوي بنتساهل مع نفسنا في ده وأنه طول اليوم من غير أكل لنأكل الأكل مش هالفي أو مش صحي ومراسات طبعاً أخرى كتير جداً بس مع الأطفال ما ينفعش نتساهل وما ينفعش ما ناخدش بنا وما ينفعش نقول معلش أصلاحنا مشغولين فالنهاردة جونك فود وبكرة أكل أي كلام يعني ما ينفعش سوق التغذية عند الطفل بيسبب له مشاكل كبيرة جداً بتفضل معاه لعمر كله لازم نكون عارفين إيه هي التغذية المناسبة لأطفالنا طبعاً في فصل الشتاء بصفة عامة بس هنتكلم كمان عموماً وإيه الحاجات البسيطة حتى اللي ممكن الطفل لو أخدها كل يوم كوجبة أو كسناك تديله الطاقة المطلوبة وما تدرش بيه وما تدلوش سعرات حرارية عالية أوي عايزين نتكلم عن حاجات كتير جداً خصوصاً إنه الدولة كمان مهتمة بهذا الملف بتتكلم عن التقزم وسوق التغذية ودي كلها مشاكل طبعاً الدولة فتحت ملفاتها تحديداً مع الأطفال هتكون منورانا في استوديو هذا الصباح الدكتورة نسمة ياسر استشاري التغذية العلاجية يا صباح الفول يا دكتور صباح الفول يا دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً بعضاً لا شك أن الأسرة المصرية بتعاني من على الأقل بيكون فيها شخص أو أكثر عنده سوق التغذية للأسف ده طبعاً مش دراسة علمية دقيقة لكن بشكل عام بمشاهدات شخصية إيه هي المظاهر؟ وهي السلوك ربما اللي ممكن نشوفه من أطفال وده بيعدل أن فيه مشكلة سوق التغذية عند الطفل إحنا عندنا فيه أعراض كتير جداً لسوق التغذية وفعلاً يعني هي بدون دراسة وبالدراسات العلمية إحنا عندنا أكتر من 40% من الأطفال في دول العالم التالت بيعينهم من سوق التغذية سوق التغذية أول علامة ليه أشهر حاجة خالص الأنيمية إن الطفل يكون هزيل وزنه قليل وعنده أنيمية أو عنده فقر دم الحاجة التانية وهي التقزم اللي فيه ناس مش بتربطها بالتغذية وهي لها أسباب كتير بس من أسبابها اللي هو التقزم الغذائي نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله وعندنا حاجة تالتة الناس عمره ما بتربطها بسوق التغذية وهي السمنة أنا لو عندي طفل عنده سمنة وخصوصاً السمنة الموضعية منطقة البط دي علامة أساسية أنه هو عنده سوق تغذية هاي طيب خلينا نبدأ في التلاتة مع بعض أو نتكلم عن التلاتة مع بعض الأم والأب بيهتموا إزاي بالطفل من ناحية أولاً سوق التغذية اللي بيؤدي إلى أنيميا ونقص الحديد إحنا عندنا سوق التغذية اللي بيؤدي للأنيميا هو الأشهر لإن إحنا زي ما حضرتك قلت دايماً بنخلي الطفل يأكل اللي هو عايزه فهو نفسه يأكل جانج فود نفسه يأكل حاجات مسكرة أو كده بنسيبه يأكله براحته فيش خضار فيش كبدة تلاقيش أي أطفال بتحب الكبدة أبداً يعني مفيش كبدة مفيش بتنجان مفيش رمان مفيش تفاح دايماً الحاجات العالية في الحديد ما يأكلهاش فخلينا نقول إن إحنا نحاول نخبي الأكل ده بشكل لطيف أكتر للأطفال بحيث إنهم يأكلوه وفيه تريكس بسيطة بتخلينا نتجنب إن الأنيميا حصلت لو الأنيميا حصلت في الغالب إحنا هنحتاج مكمل غذائي جنب الأكل لكن أنا هتجنب ده إزاي إن أنا الوجب لازم تفلي يومياً يأكل بروتين حيواني لحمة أو كبدة أو حتى بقول لازم يأكل خضروات من الغمقى الجرجير الملوخية أطفال بتحبها يعني وهي غنية جداً بالحديد لازم يكون فيه في اليوم على الأقل سمارتين فكهة يسلام لو رمان يسلام لو تفاح اللي بتنجن تحفى في الحديد ودايماً الفطار بتاعه والغدى بتاعه يكون جنبيه كوباية أي عصير فيه فيتامين سي لإن فيتامين سي بيعلي امتصاص الحديد جداً فلو هو خد كوباية عصير لمون أو كوباية عصير برتقان مع الفطار أو مع الغدى مع الفطار أو الغدى اللي فيه الحديد طبعاً وهو دايماً مثلاً لو في الغدى هيبقى فيه البروتين فيه البروتينات اللي هي فيها لازم بيكون فيها اللي هي مجلبة بيكون فيها الحديد بنسبة كويسة فده حيقوم يعليله الامتصاص بتاعه فانا تجنب النضايحس حضرتك كلمة عن ما يسمى بالتقزم الموضعي معناه وإيه ما ظهره التقزم اللي ليه علاقة بالتغذية عشان التقزم طبعا ليه جزء وراسه وده لو موجود بيكون ليه علاجات تانية وليه جزء خلل في الهرمونات هرمون الغودات درقية أو هرمون النمو وده برضه حيكون ليه علاج دوائي هنا هنتكلم عن التقزم الغذائي اللي هو ليه علاقة بالأكل فيه كام حاجة الناس بتعملها بتقدي أن الطفل يكون عنده تقزم تقزم يعني هو تقزم أن الطفل حيكون نمو الجسدي مش زي المتوقع منه أنه حيكون أقصر يعني لما يكبر بعد مرحلة البلوغ يكون 150 سنتي فأقل وفي سن الأطفال التقزم بيكون علامة من علاماته كمان التأخر العقلي مش يعني من زويل الاحتياجات الخاصة بس مش بيحصل دراسيا أو زكاءه مش بالنسبة اللي المفروض يكونها في سنه ده بيحصل من إيه؟ أول حاجة ودي زهرت وزادت قوي مع كورونا إن الناس قاعدت في البيت فقلت التعرض للشمس بتخلي الأطفال جسمهم ما يكونش فيتامين دي فيتامين دي مهم جدا للنمو العقلي وده سدي للطفل تاني حاجة طبعا زي ما قلنا أكل الجنك فود وأكل الحاجات اللي فيها موات حفظة كتير دي بتعلي السموم في الجسم وبتقلل البروتينات المفيدة ممكن تكلمي الأمهات بعد إذن حضرتك على البروست ميت السجوء والهوت دوغز والبيرجر واللانشن والكلان ده البروست ميت خطر جدا مش مفيد خالص ما فيهوش أي قيمة غزائية ما ليش دعوة مكتوب عليه لحمة مكتوب عليه فراخ ولا فيه لحمة ولا فيه فراخ فيه مواد حفظة كتير جدا ده اللي احنا بنشاهده من بره مش المعمول في البيت أه طبعا يريد نعمل في البيت حالات الفروزن الجهزة دي اللي بتنشطها في الفريزر وكل يوم أطلع أعمل له بيرجر أطلع أعمل له حطوك ده رائع ما هو ده اللي احنا عايزينه يحصل اللحوم المصنعة هي اللي بنجيبها جهزة وتتحطى في الفريزر ونطلع بس إن نسوي كده شوية على النار دي في منتهى الخطورة يهمني خصوصا لو كتير منها اه طبعا وهي بتبقى فعلا بسورة يومية عشان الأمة عايزة تبقى الدنيا سهلة وفي نفس الوقت اللانش بوكس يكون لطيف ما حصلش مشاكل مع الطفل اللي بقى في المدرسة يبقى بياكل الأكل اللي هو عايزه وعندنا حاجة تالتة برضو لما بناكل أكل مفهوش بقول كتير أو مفهوش كالسيم أو فيتامينز كتير ده بيؤدي لنقصه هرمون النمو وعن المعدل الطبيعي بتاعه فده في الآخر بيؤدي للتقزم وآخر حاجة هي ليه علاقة بالعادات الطفل اللي بينام اتأخر يا جماعة الطفل لازم تنزمين الطفل ينام ساعة 8 لإنه هرمون النمو بيطلع بأعلى معدلاته وانا نايم بالليل ده عندنا كلنا على فكرة بس كتير يعنشان ينام ساعة 8 وصحة ساعة 6 يروح للمدرسة 10 ساعات محتاج محتاج فعلا 10 ساعات في الغالب حتى هو في الآخر هتلاقي بينامهم بس هتلاقي إن الأم بتقسمهم بتخلي ياخد ناب أو نوم كده بعد ما يرجع من المدرسة وبعد كده تصحيه يبدل قاعد بقى لحد الساعة 12 نحن نكمل هذا الحوار والنقاش حول التغذية الصحية والعلاجية للأطفال لكن نشوف بعض النصائح المتعلقة بذات الموطوح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب كانت ضفتنا كريمة دكتورة نسمة بتتكلم على ثلاث نقاط مهمة جدا سوء التغذية اللي هو بيؤدي إلى نقص الحديد طبعا والتقزم وتالت نقطة اللي لسه هنتكلم فيها دلوقتي عن السمنة وإنه إزاي الواحد لما يشوف طفل مليان شوية خصوصا لو سمنة موضعية عنده مثلا بطن كبيرة أو كده نقول ده بيأكل كويس قوي ده بيأكل كتير لا ده ممكن يبقى إشارة للعكس تماما إنه عنده سوء تغذية دكتورة نسمة سوء التغذية إزاي ممكن يبان في الطفل اللي عنده سمنة دي فعلا أكتر حاجة بتكون خداعة لإن إحنا دايما ما نلاقي الطفلة شابي كده وعنده خدود ومليان يبقى ده الله نفرح به قوي بالضبط بيأكل كويس قوي بالضبط الله ده بيأكل كويس وبيأكل كتير وعنده شهية وحتى لو شفتيه هو بيأكل هتلاقي إنه عنده شهية لكن هو لو بيأكل صح جسمه هيكون مناسب يعني هيكون مثالي لإن الأطفال ما عنده مش قابلية لسمنة زينا خالص فهو خالص مختلفين تماما عننا فجسمهم لسه بيكون الجدد الدهنية وجسمهم لسه بيكون الخلايا العضلية فالمنطقين هو ما يكونش عنده زيادة في الوزن فأنا لما يجي لي طفل مثلا العيادة أو أشوف ابني ألاحظ إن وزنه وبدأ يزيد لازم أبتدي أراجع عاداته الغذائية وفي الغالب لو روحته عملت له تحليل هتفاجئ إن عنده أنيميا بنسبة كبيرة حيبقى عنده لإن طالما هو كده معناها إن اختياراته كلها يعني رايحة ناحية النشويات ناحية السكريات ناحية الأكل السودا والأطفال يعني مفاجأة بالنسبة لي أول ما بدأت الشغل إن الأطفال بتشرب سودا عادي ومشروبات غذية عادي جدا فهو هتبقى ديت جاهيته والحاجات دي بتعمل حاجة لطيفة جدا بتزود شهيته للأكل طيب الأم الأم اللي ابنها أو بنتها بيعودوا يزنوا عليها ماما أنا عايز سودا أنا عايز كذا كولا مش هقول إيبا عشان أكل أنا عايز كولا تنصحيها بإيه اللي بتربيه على إنه عادي إنك تربط أكلتك بالكولا اللي موجودة معنا السودا فعلا حنصحها إن إحنا نبتدي نفكر في البداية يعني إحنا دلوقتي فيه سيتوائشن أنا في موقف الطفل متعود أورادي على الأكل ده طبعا ياريت الأمهات اللي لسه الأطفال عندهم بيبيز ما يعودوش بقى على ده لكن لو أنا الطفل خلاص أنا في سيتوائشن هو متعود على ده بيأكل مع كده خلاص وزنه زيادة حتدي يفكر في البداية طب إيه البديل بتاع السودا العصير الفراش واختار أكتر فاكهة بيحبها وعملها له ممكن أجيب أحاول أعمله السودا بشكل صحي معلقة عسل وعصير اللمون والنعناع وأجيب الماء الفوارة موجودة في السوبر ماركت دلوقتي في مصر عادي جدا وعمل له الميكس ده كإني أخدعه يعني وحطوله شليمون كده وديله وإحساس أنه في مطعم حقا ده إحنا عاملين مشروب مش عارفة إيه اللي شي يعني بس كده في البداية الليله من هو يشرب بصودا بعد كده أنهيها منهاش بشكل مباشر طبعا وبشكل واضح طيب هل ده علمي اللي أنا هقوله بحضرك دلوقتي في بعض الناس بتقول أنه ممكن أخلي الطفل يأكل براحته حتى لو أكل من بره جنك فود وخلافه وأخليه مارس رياضة فده يعمل عملية توازن من الاتنين هو هيعمل عملية توازن في وزنه لكن عمره ما هيعمل عملية توازن في صحته أو في التغذية اللي جسمه محتاجها يعني ممكن يكون وزنه مثالي لأنه بيعمل كده والأطفال حرقها كويس جدا لو بتتحرك بس هو ما خدش المعادن الكافية وما خدش البروتينات الكافية ما خدش الكالسيوم كافي فده حيديني ممكن يدخلني في مشكلة زي مشكلة التقزم مثلا يدخلني في مشاكل تانية غير السمنة بس هو كده كده هيكون عنده نقص تغذية لهو ما بيكلش الأكل الصحي المتوازن نعم دكتورة نسمة ياسر استشاري التغذية العلاجية شكرا لحضرتك على كل نصائح والمعلومات الجميلة لحركة الزيهن شكرا جزيلا نطلع فاصل المشاهدين نرجع مرة تانية لاستكمال ما يتبقى تقريبا تلت ساعة من هذا الصباح بما أن العالم كله بيكلم عن كورونا ولقاحات كورونا فإحنا كمان متابعين طبعا مع حضراتكم يوم بيوم لو فيه أي جديد فيما يتعلق بيه التطعيم واللقاحات وزارة الصحة والسكان أعلنت بالفعل عن نظام إعطاء الجرعات التنشيطية اللي هي معروفة باسم بوستر الجرع اللي بتنشط للقاحات كورونا وأكدت إنه تم البدء في إرسال الرسائل النصية بالموعد اللي حضرتك هتروح فيه والجرعة كمان اللي هتخدها لها الجرعة التالتة التنشيطية الوزارة كمان قالت إنه الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارب سينوفارب ممكن ياخدوا الجرعة التالتة التنشيطية منه والبديل بتاعه ممكن يقول سينوفاك أو أسترازينيكا أو فايزر أو مودرنا صحيح برضو من ضمن التفاصيل الفنية اللي علمت عنها للوزارة إن الحاصلين على جرعتين من سينوفاك يمكن لهم الحصول على الجرعة التالتة التنشيطية من لقاح سينوفاك والبديل سينوفارب أو أسترازينيكا أو مودرنا أو فايزر بينما الحاصلين على جرعتين من أسترازينيكا يمكنهم الحصول على الجرعة التالتة التنشيطية من أسترازينيكا والبديل في حالة عدم وجود أسترازينيكا هيكون لفايزر أو مودرنا بينما الحاصلين على جرعتين من سبوتنك الروسي فالجرعة التالتة التنشيطية تكون من أسترازينيكا أو مودرنا وما فيش بديل في حالة عدم وجود النوعين اللي احنا قلناهم من هذه اللقاحات بينما الحاصلين على جرعتين من لقاح جونسون فإن الجرعة الثالثة ستكون من جونسون والبديل بتاع جونسون هيكون أسترازينيكا أو فيزر أو موديرنا واللي حصلوا على جرعتين من فيزر هتكون الجرعة الثالثة من فيزر وفي حالة عدم توفرها يكون البديل موديرنا أو أسترازينيكا بالنسبة للحاصلين على لقاح مودرنا فالجرعة الثالثة هتكون من مودرنا البديل هيكون فايزر وأسترازينيكا خلونا ناخد لمزيد من التفاصيل الهاتفية لدكتورة سامح لطفي أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورامي يا دكتور صباح الفل على حضرتك صباح الفل عليكم على سادة المشاهدين أشكركم على هذه المتابعة الضقيقة وأشكركم على الجور للأموية شكرا لحضرتك يا دكتور شكرا لحضرتك الدكتورة سامح كلنا كنا مستنين البيان ده من وزارة الصحة عشان الناس كلها عمالة بتسأل من أول يوم وأنا لو أخدت الجرعة دي من لقاح كذا التانية ممكن أخدها من لقاح تاني فالإعلان طالع منظم وضقيق وموضح كل حاجة سؤالي لحضرتك هل موضوع البديل دي اللي أخد كذا البديل يبقى كذا لو ما لقهوش في الجرعة التانية أو تنشطية التالتة بتاعته البوستر هل البديل دي كلها متوافق عليها محليا بس عندنا في مصر ولا دا زي بروتوكول أو حاجة خلاص معترف بيها عالميا فكرة البديل لو ما لقيتش دا تاخد دا يعني توصلتوا لده ازاي يا دكتور أشكرك طبعا على سؤال السؤال المهم جدا والحقيقة بقالهم كثير جدا الأبحاث شغالة على موضوع اللي هي خلط اللقاحات الموضوع بقاله يعني من أول ما ظهرت الجرعات الأولى والتانية وبدأ هذا السؤال هو ينفع لو أنا أخد نوع أقدر أخد نوع تاني فالحقيقة دا كان محل دراسات كثيرة وأبحاث كثيرة ومدام وصلنا لهذه القلاصة في النهاية فهذه هتبقى حاجة طبعا مبنية على دراسات دقيقة فالهي الـ CDC اللي هي الأكبر سنتر بيقول علم الأمراض في أمريكا هو طبعا صرح وتمح بأن موضوع خلط اللقاحات دا ما فيش أي مختلف من اللي أخد جرعات الأولى والتانية يقدر ياخد الجرعة البوستر أو الجرعة المعززة من نفس النوع أو يمكن أن هو زي ما تفضلت بالضبط كده يقدر ياخد نوع تاني سواء بقى كان الفايزر أو سواء مدرنا أو سواء المتاح صحيح المتاح اللي تلاقيه متاح خده على طوله هل مهم يا دكتورة سماحي أن المواطن هو رايح ياخد الوحدة الصحية عشان ياخد الجرعة الثالثة يكون عارف الجرعة البديلة ولا الموجودين الأطباء والموجودين في الوحدة الصحية هم بيكون عندهم هذه الدراية وهذه الخبرة السؤال للآخر المتعلق بده بعد مدة قد إيه ناخد هذه الجرعة الثالثة السؤال الأول اللي حيروح ياخد الجرعة لا هو ما يبقى عارف طبعا الناس الأطباء المتاحفين هم أكثر دراية منه وهم عارفين الاستراتيجية اللي مشيين بيها ودي حاجات معايير معايير نمشي بيها مش من دماغنا وتفاصيل فالنية دقيقة ما ينفعش أن حد يبقى يرايح يخصار لا هو اللي بديه هو اللي حياخده وهيكون مفيد جدا ليه طبعا وحيحميه كتير جدا من الإصابة بعد قدي المدة بعد الجرعة الثانية بقدي إيه إحنا قالوا أقل حاجة ستة شهور لأنه طبعا من التحالة أي حاجة في الدنيا بتفضل على سير واحدة دايما نقول حاجة بسيولوجيا حتى تفضل عالية طول الوقت لكن هما الخماية هي موجودة عندنا أكثر كمان من ستة شهور كنت توصل للسنة بس خلينا نقول أن في عندنا فئات بتحتاج دفع زي مثلا ناس خبار السن المناعة بتقال مع الوقت نعم نعم مثلا اللي هما المرضى اللي بيأخذوا طيب دكتورة سماح إحنا بنشكر حضرتك جدا على كل المعلومات المفيدة يعني حاجة بس في سواني بعد إذن حضرتك الجرعة الثالثة التنشيطية عشان في ناس كتير تقول إيه خلاص بقى أنا أخذتك جرعتين تنشيطية إيه وبتاع لا مش مهمة هل هي فعلا ضرورية لا هي ضرورية جدا شكرا شكرا لحضرتك دكتورة سماح لطفي أستاذ علم الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام شكرا جزيلا دلوقتي مشاهديننا نكمل مع حضراتكم خدمتنا وهذه فقرة أو وقت الحالة المرورية واستعراض الحالة المرورية معنا من خلال بث مباشر لكاميرا إكسرا نيوز من داخل غرفة عمليات إدارة مرورة القايرة الزميل إبراهيم عزت إبراهيم صباح الخير صباح الخير عليك يا همام صباح الخير عليك يا منا إذن هي فقرة مرورية جديدة ومن مبارح بنتكلم على أحوال التقس وبيتصدر هذه الأخبار اهتمامات المواطنين وبييجي باتزامن مع الاهتمام بالأخبار المتعلقة بالتقس أيضا الأخبار المتعلقة به حالة المرور وحال الطرق والإرشادات العامة التي تطلقها الإدارات العامة للمرور في المحافظات المصرية كافة نحن نتحدث إلى حضراتكم مشاهدين الكرام من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بمنطقة الدراسة ولكن المعلومة الأهم ربما يمكن كثيرين من المواطنين بيهتموا لخدمات مرورية مختلفة من هذه الإدارة العامة للمرور فنفيد حضراتكم أن تم نقل الإدارة العامة لمرور القاهرة الكائنة صابقا من الدراسة وتم نقلها إلى طريق السويس تحديدا الكيلو 26 هذا هو المكان الجديد لمن يرغب في استكمال ربما أو لتقديم أي من الخدمات المرورية كافة لذا الصورة الأولى التي سنبدأ معها حضراتكم من خلال الشاشات المثبتة هنا في غرفة العمليات من طريق السويس سنشوف حالة المرور وحالة تحرك المركبات هنا في هذا الطريق هناك سيولة مرورية تم في هذا الطريق ونعلم أن هذا الطريق بيخدم عدد كبير من المناطق وتحديدا بنتكلم على مصر الجديدة مدينة نصر القاهرة الجديدة وأيضا أهلين الشغالين في العاصمة الإدارية الجديدة وبيقولوا هذا الطريق وصولا لمنطقة المناطق المختلفة يعني سيولة مرورية تم هذه الصورة نعلق أيضا مع حضراتكم بشارع الصورة هذه هي منطقة مصر الجديدة وفي الاتجاهين أيضا بنتابع سيولة مرورية في هذا التوقيت وبنتحدث عن الساعة قاربت على العاشرة صباحا ولكن ما زالت الشوارع هادئة إلى حد ما كبري الفنجري أيضا نتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام هذه الصورة والسيولة مرورية في الاتجاهين نتابع هذا هو الاتجاه المؤذي لمنطقة كبري القبة وعلى الجانب الآخر الاتجاه الآخر نتابع مع حضراتكم سيولة مرورية نتابع أيضا منطقة أخرى من خلال هذه الكاميرات من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور منطقة القاهرة الجديدة هي واحدة من المناطق ربما أيضا بها عدد كبير من المشاريع ونتابع فيها عدد كبير من السيولة المرورية أيضا في هذه الصورة نتابع أيضا مع حضراتكم شارع التسعين الجنوبي وهو أحد أهم الشوارع الرئيسية في منطقة القاهرة الجديدة وعلى ما يبدو أن هناك بعض من الأعمال التي تتوسط هذا الطريق ولكن هناك سيولة أيضا في هذا الطريق إذن مشاهدين الكرام بصورة عامة نتابع مع حضراتكم في هذه الخدمة المرورية اليومية في هذا الصباح الأجواء في القاهرة مستقرة إلى حد ما في صبيحة هذا اليوم والمرور كان سؤال هام هل كان هناك أي من الطرق التي أغلقت حتى يتثنى لنا إبلغها للمواطنين فقيل لنا أن الطرق في القاهرة في محافظة القاهرة ما زالت تعمل بصورة طبيعية وبتستقبل المواطنين ولكن الإرشادات المعتادة بضرورة اتباع وتعليمات رجل المرور المتواجد في الشارع في الساعات المختلفة من جديد بصبح على حضراتكم وبرجع عليكم بالكلمة مرة تانية هماموا منا أبراهي عزة مرسلنا من إدارة العامة للمرور شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه الإضاحات والحقيقة أن الخدمة المرورية اليوم وربما الأيام القادمة مهمة بحكم أن في حالة عدم استقرار في الطقس وفي الأحوال الجوية وعلى مدار الساعة على إكسرا نيوز في كافة نشرتان إخبارية هنقدم لكم موجز صغير فيما يتعلق بأحوال الطقس على مدار اليوم في كافة الأنحاء وأنا عايز أشكر زي منا إبراهيم عزة الحقيقة علشان اهتم جدا بالتركيز على مصر الجديدة وشارع الصورة علشان أنا بخلص صورة برجع مصر الجديدة شكرا يا إبراهيم شكرا شكرا على الواجب ده دي استفادة شخصية دي استفادة عامة ليه وأنا الوحيد اللي سكن في مصر الجديدة مصر كلها سكن في مصر جديدة طيب كده مشاهدين كنا وصلنا لاختام هذه الحلقة من هذا الصباح شكرا لحضراتكم وشكرا للزميلة العزيزة منها شكرا ليك همام وشكرا لحضراتكم على الحصن وطيب المتابعة أتمنى إن شاء الله تكون كل فقراتنا ليلة إعجاب حضراتكم ناخد بنا بس كواس جدا من الطقس النهاردة والقيادة تكون إن شاء الله بالراحة وربنا يسلم الجميع بإذن الله نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في تمام الثامنة صباحا في لقاء جديد من هذا الصباح على شاشة أكسترا نيوز دمتم في أمان الله